يا ده وي خدونا يا ناش خدينا يا فارغة خدونا يا ناش والنبي براها عدل والنبي بس بس ناشك فعل حدي هنا ولموه على العرب والنبي يا معنف والنبي يا معنف درجل كبير ما يستعمل سداربه والنبي ايه يا عدل يا عدل ابعد يا شلح فأنت بدل مغزك بطل فترة يا بضايا بطل نواش يا زين وخليك في حيالك استني يا زين استني لحد يا انت يا حاربي لحد ما خلط على الراجل بطل يا زين بدل ما حط عليك طب ورهين يا بضايا حط على الزين استني يا زين بقولك فيها يا بضايا نوفل عملك ايه برا منك الموضوع ده يا حاربي وخد صاحبك واكسح من اينا المعلمة انشراح سبع وقاريت لك بلاش عوق في المصلحة يعني لو وصل الله اللي بيحصل ده مش يبقى حلوة علشانك بتهددنا يا حاربي قبصوا من تاريخ اشهدوا يا حارة كله يطلع ولا ولا حاربي بيهد ده بضايا سيبوا يا معلم سيبوا لي روح في يديك وتجيب لي نفسك مصيبة انت مش قدها ماشي يا عطيات هزبر عليك يومين يومين بس البت لو ما ظهرتش هخلص عليك انت وجوزك وهعرف اجيبها وبرضو هخلص عليك انت وجوزك ايه بابا رام المولة تتفضوا والسرك خالص كوتش دارهم حصلوني ايدك عم نوف على مهلك على مهلك سندك يا اخوية اضروا لكم ايه دعاء سابت البيت وطفش تعملو فن ايو يا ابن راحت فين يا حلولي يعني احنا لو اعرف راحت الموقوسة فين كون حصل ده كله لو امس جاب ايدي مع صفت الرقبة اي السبب في كل اللي بيحصل واعلقت ابا ضايا بدعاء المفتري هو السبب في طفشانها عايزي تجوزها وزمنية والكلام ده حصل امت المرح اتخنقت معاطيات وثبت البيت ومشيت من حد دلوقت لسه ما رجعتش وانت موافق على الجوازة دي عم نوفل ما باليادة حيلة يا بني يعني ايه ما باليادة حيلة موافق ولا ما انت اسم موافق ايه ايه يا زين في ايه يا اخويا انت شاحشارك بنا ملكش دعوة يلا يا اخويا عشان تسنت طولك عجايد سلامتك يا روفي يا اخويا قدروا لطا يا عموم مش يالله بينا بوضايا يتجوز ضحاء ده لا يمكن يحصل ابدا طب انت فلي نفسك ليه يا البيت ده قادي تنمك في حاجة جرايا حربي يا مش دعوة دي بنت حتتنا برضو ولا ايه درايا حربي دعوة دي بنت الحتة بنت الحتة بنت الحتة بنت الحتة قلنا بقى بارك اوحات ابوك مش تلبح زارك خلاص يا عم زين خلاص هو بس بقى باركة بلاش تزارك الباخ ده يلا نكمل فطرنا ونشب الشاي زمانه برد يلا اللي قولك ما باليادة حيلة قال بنت زي دعاة دي يوم تطرش تسيب البيت تروح فين يا عم تروح لها بضايا يا عم فبكها بقى بغزر معاك في ايه يا عم تلاقيها راحت عدقى حد من زميلاتها في الشغل تسبت الشغل بقى لها يومين تشغلش بقى لك يا عم زين مسالها ترجع يعنيها تروح فين بقى هو ده اللي مجنننا يا حربي هتكون راحت فين يعني جري يا زين ما زي ما قالك حربي بقى مسالها ترجع انت بس اقول يا رب يا رب يا بركة يا رب ولا كيمو أكيمو عمي وعم عيالي جهزت المطلوبة باشا عدى بايا بايا وبتتكلم لوحدها باصل بكم دي؟ يعني مياي يا عم انت فاكن دي خواجة تتلاقي مشايسة وقلب عداد هم بارستين حلوين قوي 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 كيمو لا لا بارستين يا صاحب طب ازاي باريزة كمان؟ ماشا يا كيمو باريزة كمان مش خسارة فيك بس بقولك ايه امورنا تلاتة شاي بقى ما كان لبرزن ولا عناية نجو تلاتة شاي للبقاط بسرعة ياه نستفتح بقى بأحلى مكلمة عالصب دانيا دانيا بيت يا دانيا دانيا انت يا بيت؟ ايه دا ايه دا ايه فيه ايه فيه ايه دعاية تليفونك عمالية لانا مستطع بحس حردي طب ما تردي ردي عمالية بيتو سلولنا نايمة يا أختي انا مالية يا أختي وانا ردي ليه على تليفونك انا ردي يا دواء لو انت ردي بطالي اياه بالبقى صباح الفل على أحلى بنتي فيك يا مصر مين معي؟ دا حيث تنسى الصوت انا حربي يا بيت ايه رحلي صوت مين يا دواء دا حربي يا دانيا دا هي اللي يكون عارف ان انا هنا حربي ايه؟ اه حربي سلك تقطع ولا ايه؟ انا مش فهم ايه اللي حصل معيني النمرة بزبوطة يا عم انا قلتلك دي بيتو وطي ما لقاش اصل بنت السايس تهي؟ قفل السكة في وشها سيبك منع خاليات تقدم وتتربع يا نعم يا نعم الله؟ وما لك كده يا اخويا بتقولها من غير نفس يعني تقفل السكة في وشي وعايزين اعملك في التليفون قرقص لك؟ يا غابي دا مش انا اللي ردت عليك ومان من اللي ردت؟ دي بيت شغالة بتجي لي تنظف للشقة كده كل اسبوع خلاص حصل خير وليلي قابلت عن تربين برح؟ اه قابلته وقال ليك ايه؟ كل خير ان شاء الله ما تقلعش جريم عك يا بيت ما تكلميني عدل وافق ولا ما وافقش؟ وافق يا حاربي وافق بتقولي كده من الاول وقعت قلب الله يا خرب بيت عقلك بعد الشر على قلبك يا حاربي طب اسمعني بقى كويس بطل هالفضل بس لكده هنمن قولي يا حبيبتي قولي يا عناية يا روح قلبي من جوا اه ايوة ايو ايو عارفوا اه وامتى الكلام ده؟ اه لك ايه؟ يا بيت تقلص المصلحة بس وانا مش تقرع عنك في اي حاجة يلا خش انت كملي نومك وانا بيديلها اتصل بيك اقولك ايه اللي حصل سلام يا احلى دندن فيك يا مصر قالت لك ايه؟ كل خير يلا بينا ها كان عاوز ايه منك الوقت حربي ما تخافش يا اختي قوي كده كان قصدني في خدمة والحمد الله ربنا وفقني فيها ما ساقركش عليا ولا جبش سرتي؟ لأ اي اختي ما جبش سرتك قولي لي بقى يا سمسيم انت نوي على ايه يا اختي؟ ولا ما انا عارفة يا بيت ادولي انا شايف انك قدامك حلم للاتنين يا اما ترجع الاخيال المقتل اسمها عطيات وتتجوز الاسم وابدايا ده؟ يا اما تشوفي لك شغلين؟ انا ارجوها مش راجعة بيبقى اي اختي لازم تدوريلك على شغلين ما حسساني ان الشغل سهلة قوي يعني مش فهمة بقولك ايه؟ اكلملك عزام تكتشتغلي معايا في الكبارية هتقولي لي كبارية تانية يا دنيا؟ اما لو يا اختي الكبارية مش احسن من عيش الهباب اللي انت عيشاها ترجع الابضايا وعطيات؟ انا انا اشتغل في كبارية ازاي انا؟ اه 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 ياختي كبارية مالك كبارية انا بشتغل في الكبارية شايفاني اختي ناصة ايد ولا رجل؟ وبعدين يا اختي تبتشتغلي في كفاتيري يعني وهناك شغل هنا شغل لكن هناك بتاكل عش بلدي ومعايا ان شاء الله هتاكل عش فينا كنت حرة دوري كده الموضوع في دماغك ورسلك على بر ورد علي يا دودوة والله وسادقت بنت ريز عشان تصديني لما اقولك اني مش اي اي ولا زي زي ازي طبعا انا هنروح لمين هناك؟ هلأت اسأل على واحد اسمه مفيد بس على الله يطلع اسمه على مزمد قول يا باصد ايوه كده احبك 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 اموت فيك ازيل اشعر لو سمحتك رحت الله هلأي اللي بساد مفيد فين؟ هو اللي هو في نجدة هاي تشكر احبك صباح الفل يا عمي صباح الفل انا حربي حربي المهج اه اعان تربيه تكلمني وقال انك جاي بس انا مش عارف انت عايزين بالزبط اي مخلفات عندكو يعني عايزين نشلم خلفات اي اعني مش في المنور هنا عشان تقليب خلفات عسلية اول بساد مفيد ده اه رايس هو يوصد يعني اي حديد اي خشب اسيخ تسليح اي حاجة كلها يمشي يعني اه 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 الحاجات دي بينشاونها في المخزة الينك ده احنا بقى باشا عايزين ناخد كل الحاجات دي ونريحكم منها واللي تقمر بيحنا سدادين عبايل اي عباشا تعال امر يا فاندي خد الجماعة دول واطلع بيهم على المخزة المخلفات تحت عمرك اسمو فيه وخليك معاو انا اي اطلع يا جماعة بلس 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 يا رجالة يا ابنت لله مصمت لك بالعشرة يا ابن المهدي كده هترفق معاك بجد ولا هي هتططقنا في العالي بكتش علي بقى بقى جد عالي انا لما تعيد قلت يا رب قلت ربنا هيكرمنا بس ما عامش انه هيكرمنا قوي كده عرفت انا بحبك يا ابن يا بركة يا بركة انت صدقني ربنا كرمنا عشان انت ولاد زين من هنا حلوين يا ابن انت احنا من هنا حلوين بس انت من هنا احنا لعسول انت بركة يا بركة ايه اه الله يلا ايه لقيتو حاجه تنفعكو؟ كل بلشك كله انفع كلو كلو ههههههه ماينت تشنه في المقزن كلو؟ دا لو ما كانش عندك مالع يعاني مفيد باياه ان شاء الله حتشون في المقزن كلو في قلب توا البلويف دي Movement انت عريته من الأول ال также Job لا باشا يا ساعة زبنة أجيب يعربيوات تحمل مضاء على قدوا ما يقدروا يعنى همinda ان شاء الله كده يوم هو يومول عريمة لغاية ما sofضلك المقزن دا ان شاء الله بس يعني فيه نقطة كده لما أغزها صغيرك وتعايز أتكلم معاك فيها نقطة ايه؟ يعني لو ينفع بس يعني بعد إذنك تصبر عدنا شوية في تمن أول حمولة ليه؟ وإحنا بنقاس هتغسيها لهينا ولا إيه؟ لا باشا بس يعني على بس من صرف البضاعة ونقبة التمنحك آه في الأول بس لكن بعد كده أي حاجة هناخدها هندفع فوري وكاش كمان انا معرفش إذا كان عن تربيه حيوافع على حكاية الشوكك دي ولا لا وما يوفقش ليه يعني؟ وإحنا ننصب عليه لو تحب يطلبهولنا على الموبايل وإحنا نتكلم معاه فطلبه طلبه طلبه؟ ها ها عن تربيه جيه أساسا يلا تكلموه سعلوه حمدل على السلامة حمدل على السلامة عن تربيه ألف حمدل على السلامة الله سلامة كم فيه؟ صدر ماشي صدر صدر ماشي صدر أهلاً عن تربيه يا رجل يا أبهر أهلاً أني يبدو؟ أنا يا باشا والله مش عارف أشكرك إزاي ولأقولك إيه عن اللي عملتوا معنا جميلك ده يا باشا يفضل في رقابتي طول العمر العفو العفو عليه يعني من ده مفيد؟ ده حرب يا باشا اللي ساعدتك كلمتين عنه النهاردة الصبت حربين؟ أنا حرب يا باشا اللي دون يكلمتك عني ايه 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 افتكرت مفيد شوفوا أيزيه وريحوا على آخر وحصلني على المكتبة رياحوا؟ رياحوا ايه ربنا خليك لنا يا باشا وما يحرم نشو منك أبداً شوفت عم مفيد؟ أقولك رياحوا على آخر حاضر يا أخي يا حريحك سام الحسابة المرة الجاية البوكة على دراس الماين روح عدل العربيات وتعالي شاول اللي انت عايز ماشا يا عم الشباب ومسرنا لما نشعل مع بعض تعرف إن حرب المهدي عادي كلمتهم باركا روح انت المخزن هنا وفرز البضاء على مانجيلة ماشي ماشي عم مفيد شكلك كده طلعت إسمع لو بسمع بالإذن السلام هلا بنا دين ايه؟ عملت ايه مع الوقت يا مفيد؟ رياحتوا على آخر زي ما سعدتك عمرت يا باشا بس واضح إن التوصيل رياحها قوي خودك منيه لله خلينا في المهم أمرك يا باشا فيها عملية كبيرة بعد كام يومك دي عايزك تشوني البضاء بعيد بعيد عن عينين أي حد البضاء دي هتفضل عندنا لحد ما نوزعها الرجال هيجهزوا ويفتحوا عينيه رجالتك دايما انجهزين مش ملايحين يا باشا خلينا